اشتركوا في القناة الجولة الثانية أيام للمرحلة الأولى في البطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم وتحديدا نحكيوا على مباراة القاوفة الرياضية بيقافسة والنادي الأفريقي كما تعرفوا تتفكروا نهار الخميس لفاتكي حكينا ووجهت وقتها النداء الصغير لوزارة الداخلية على الجمهور انه على شلان ويو نلعب بزوز جماهير كما تعرفوا انه منذ عنا بارشا معناه عنا سنين جمهوروهات من الثاورة تقريبا ما عدا بعض الاستثناءات في فينال كوب ولا غيره نلعبوا ديما بالجمهور فريق واحد والمباراة هذية كما مقابلت الكل من المفروض كانت تتلعب بجمهور قاوفة القفصة فقط في ملعب قفصة هذي اللي تم اتفاق عليه في الاجتماع الأمني قبل بنهار من المباراة هذية في مقر ويليت قفصة لكن كما تعرفوا الأندية الكبرى خاصة نحكيوا على الفريقي نجم السياح للتراجي وغيره كيتنقلوا خاصة لأندية ما زالت ساعدة جديدة من رابطة الثانية وإلا الأندية في الجنوب وإلا في الوسط دي ما شوفوا الجماهير المتاحة موجودة غادي اللي تحب ديما تدخل الملعب وغيره الجماهير ندل الفريقي من قبل بنهار كانت موجودة واستقبلت حفلت الفريق وغيره ولكن اللي سبب السعر لحاجة اللي ما هيش منتظرة لأنه تقريبا 500 محب من جمهور الناد الأفريقي دخلوا لملعب قفصة وكانوا حاضرين في المباراة يقول القايل القانون اللي فرضته جامعة توسيل كورت القدم بطلب من وزارة داخلية ووزارة شبابه الرياضة بمنع دخول أي جماهير بالنسبة لفراقة الضيفة لكن إذا ما تمش تطبيقه في المباراة هذية هنا نرجع ربما نلوم قوات الأمن وأيضا حكم من المباراة اللي هو كان نزال الطيف لكن الغريب جعفر أنك تصير غلطة أنك أول حاجة غلطة لولا أنك دخلت سعر الجماهير هذومة والقانون يمنع معناها تقول لي أنت حبينا ربما يخليهم يدخلوا خير من اللي يعملون مشاكل برا من الملعب ربما ذي تكون القراءة الأمنية وغيره لكن أنت عملت غلطة لولا أنك دخلتهم والغلطة الثانية واللي هي أفضع أنك تجيب بين الشوطين وتخرج كل الجماهير هذومة من الملعب معناها الجمهور تخل تفرج في شوط واحد ثم تم إخراجه الكامل من الملعب غلطة أولى وغلطة ثانية غلطة أولى لأنه حكم المباراة والمناسقين ومراقب المباراة كان يطبق القانون بحذفيره ويمنع انتلاق المقابلة دون إخراج الجماهير الفريق الضيفة لكن بما أنك وفقت وإلعبت وانطلقت المقابلة وتلعب بشوط كامل فعليش لا تكمل المقابلة بالجمهور الفريق الكامل وذي شنين نقطة التحاول هو هدف نادي الأفريقي تتقيق الأخرين في الشوط الأول وقتها ما نجمو قلو إدارة قوي في القفصة وإلا حتى بعض المجمهور طال وإخراج الجماهير للأفريقي وذي اللي صار بين الشوطين اللي هنا نعودو نلومو مرة أخرى لأنك تغلط غلطة من الأول على الأقل أكمل فيها ومن بعد فأسر لكن تغلط غلطة وذي تغلط غلطة ثانية وتخرج جماهير الفريق الضيف بين الشوطين وهنا زاد السؤال كيفاش دخل كان دخل وزاد ابتيكيات ودفعوا فلوسهم زادا ما عندكش حق أنت بجي تخرجهم إن شاء الله نلقاوا لها إيجابات وراو جمعة ذي بش تكون البلاتويات كل تحكي على الموضوع ذيها لأنه لحقيقة الغلطين صاروا في نفس المبارات واللي هي حاجة ما تسيرش دونك هنا نديا مرة أخرى للأمن الناس المنظمة ونسقي المقابلات المراقبين إنهم يطبقوا القانون عن ناس الكل وإلا إلسوا فيه خلي الجمهور دخل وما قامش بأعمل شغب ولا غير وتخليه كم المبارات ومن بعد يتحاسب إلي بشي تحاسب وما بينهم حاكمان مبارات نزال الطيف إن شاء الله الأمور ذي ما تعودش وإن شاء الله في اللخر نلقاوا حل ونرجو نلعبه بالجميع هي رزوز حتى بعدد محدود علش ليه ليه ملعب قفصة ملعب قفصة هيز 8000 عطيت 3000 فقط ساعة أنتي لجمهور قاوة في القفصة واللي أحنا في القانون يقولك تعطي 50% من تاقت استيعاب الملع 50% هنا في الحالة ذي هي 4000 مش 3000 أنتي عطيت هنا تقريبا 40% وإلا أقل هذه الحاجة اللولة اللي غالطة ما تسير الحاجة الثانية أنك تدخل جمهور الفريق الضيف دون كده كان نحب نحل المشكلة خليوا كل جماهير تدخل في كل الملاعب أكيد فريق المضيف يكون عدد أكبر لكن خليوا الجماهير الأخرى تدخل وإلا نطبقوا القانون على الناس الكل وراهم ما عنديش مشكلة لما عايز جماهير الناد الفريقي لما حتى فريق فقط للتوضيح بشكل القانون يطبق على الناس الكل واضح واضح سي هيني نتعدى للخبار الثاني اللي كنت حكيت عليه لويس دياز لاعب ليفربول اللاعب الكولومبي اللاعب يذي منذ أيامات التالي تم اختطاف والده وولده منطرف مجموعة مسلحة في كولومبيا المجموعة هذه تتسمى بجبهة التحرير في كولومبيا وهي معارضة للحكومة تقريبا كانت بناتهم حتى شبه حرب نجم نقوله صغيرة منذ ستة سنوات أو سبعة سنوات التالي تم إيقاف اتلاقي النار منذ سنوات لكن المجموعات اتكمل ديما كل مرة تختطف الناس وتطلب فيديا والكل كيختطف الويلد ومتاعه والده ومبعد ساي واطلبه صراحه والده وابقى الويلد امتاعه منذ أيام التوا ومازال ما تمش اطلاق صراحه لكن البارح كما نشوف توا في السور لويس دياز بعد تسجيله هدف التعادل لليفربول في تقيقة حمسة وتسعين أمام لوتونتاون في البريمير ليج كان اعمل اماج للويلد امتاعه واكتب لي بيرتا بارا بابا لذلك هنا الحرية للويلد امتاعه وهنا المجموعة المسالحة هذية كعرفت انو الويلد امتاعه هو والد لويس دياز اللي هو لاعب في المنتخب ويقول لك هذي رمز من رموز البلاد والكل قال لك احنا باش نرجع الويلد امتاعه ومش بش نقوم معانيها بحتى شي ما نش طلبين حتى فلوس فقط نطلبوا انو يكون فام التفاوض مع الحكومة لانو كما تعرف جعفر من انتشار الاخبار الحكومة اللي بش يرجعوه ولكن بشوروط انو متمش تتباحهم ويكون بطريقة سلمية نجمو نقولو لانو الحكومة الكولومبية فليمة الخرنية عاملت كيم احنا تاو موجود في الشعام بيكونوا اللوجوا على الرهابيين عاملت زيادة طيارات وغيره وتلوج على الويلد امتاعه والمجموعة هذية فانتظار الساعات القادمة اللي بشتم فيها الافراج على الويلد امتاعه وكيم ما نعرفو كولومبيا ديما واحدة من البولدين السخونة بارشة امتاعه حاجة مميزة جدا ان شاء الله نواصلوا الحاجة تضومة لانو راو يوصلوا جعف الحاجة تضومة يمكن اكثر حتى من المسيرات اللي تصير في الشارع وغيره ان شاء الله نواصلوا في الحاجة تضومة شكرا سياس وشكرا لكل الجمهير الرياضية اللي اتفاعلت مع القضية اللي هما النبض الحقيقي للشارع التوسيق شكرا هاني كانت هذي هاني جيت طوى توتش فيت هاني مشيت هاني مشيت شكرا